بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا وانشر علينا من استثل الجميع دردى وافتح لنا منك فتحا غير منقطعين واجعل لنا سندا واجعل لنا مددا وهيئ الصعب من خير الأمور وكن لنا محينا على الطاعات المستندة الحمد لله ما دام الوجود له حمدا يبلغنا منه الرضا أبدا ثم الصلاة على المختار سيدنا وآله الكرماء وصحبه الزهداء يا رب وفقنا وكل خير هبنا وعنا نحي كل ضير ومن علينا بقضاء الحواج وكل شدة وكرب فرجي أما بعد فحياكم الله وبإياكم في المجلس الرابع والستين في مجالس سلاسل العقيان بشرح اللؤلؤ ومرجان فيما اتفق عليه الشيخان من أحاديث النبي المصطفى العدنان يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد صلوا عليه وسلموا صلوا على من كان يرجو ربه يدعو يكرر رب سلم أمتي نشرع اليوم ونستفتح مجلس اليوم إن شاء الله تعالى من كتاب الفتن وأشراط الساعة هذا الكتاب يتحدث فيه الإمام أنه الإمام المسلم والإمام البخاري رحمهم الله تعالى بالأحاديث التي جمعهما جمعها حول الفتن وأشراط الساعة فالفتن جمع فتنة والفتنة في اللغة العربية لها إطلاقات كثيرة لكن من أهمها بمعنى الاختبار بالشدة والرخاء الاختبار بالشدة والرخاء وهي في الشدة أظهر قول الله عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة والفتنة في معنى الشرعي والاصطلاحي كل ما يشغل الإنسان عن طريق الله سبحانه وتعالى وعن سيره ويثقل قلوه في سير إلى ربه جل جلاله هذا من حيث الفتن وأما أشراط الساعة فهذه كلمة مركبة أشراط والساعة والساعة إنما يقصد بها يوم القيامة وإنما سميت الساعة ساعة قيل إما لسرعة مجيئها وقيل إما لأنها تفجأ الناس تفجأ الناس بقدومها أنها سريعة الإتيان وأما الأشراط فهي جمع شراط بفتح شراط وهو في اللغة بمعنى العلامة مثل سبب وأسباب أسباب أشراط سبب شرط يعلى وزن سبب وأسباب وإلا الشرط هو العلامة ومنه سميت الشرطة شرطة لأنهم يتميزون في ملابسهم وفي مراكبهم ويختلفون عن الناس فلذلك سميت الشرطة شرطة لأنها تختلف عن الناس في الهيئة واللباس وكذا وكذا إلى آخره فهنا المقصود بأشراط الساعة أي العلامات الدالة على الساعة العلامات الدالة على الساعة وهذه العلامات العلامات التي تدل على الساعة هي على قسمين منها ما تسمى بأشراط الساعة الصغرى ومنها ما يسمى بأشراط الساعة الكبرى فأما الصغرى فهي كثيرة الصغرى فهي كثيرة بدأت منذ مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومنها ما هو أتى وانقضى ومنها ما هو مستمر وأيضا وأما الشراط الساعة الكبرى فهي علامات تسعة كبرى تسبق قيام القيامة وهي لها أنها ليست من قبيل المعتاد ليست من قبيل المعتاد وأما الشراط الساعة الصغرى فيغلب عليها أنها من جنس الأمور التي هي معتادة ومعروفة في حياة البشر وأما علامات الساعة الكبرى فهي من غير المعتاد كخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم وخروج المهدي وخروج أجوجة ومأجوج أمور تختلف عن المعتاد والمرتاض وهذه أشراط الساعة لها ارتباط كأثيق بالإيمان باليوم الآخر ولذلك لا يمكن أن يؤمن الإنسان بأشراط الساعة وهو لا يؤمن باليوم الآخر والإيمان بالأيوم الآخر يستدعي أيضا الإيمان بالغيب فلاحظوا أن هذه الأشياء مترابطة بينها والإيمان باليوم الآخر يا إخواني يا أخواتي له أثر على سلوك الفرد الإنسان إذا علم أنه سيقف بين يدي الله عز وجل وأن الله سائله وطالبه عن أشياء كثيرة فإن هذا ينهاه عن غيه كثيرا ولذلك قال ربكم جل جلاله وقال الذين لا يرجون لقاعنا أن الآخرة ليست في خلدهم ولا تدوروا ببالهم وقال الذين لا يرجون لقاعنا لو لا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا وكذبوا الرسل أو وعاندوهم لأنهم لا يرجون لقاع الله لا يؤمنون باليوم الآخر وقال جل جلاله إن الذين لا يرجون لقاعنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها وقال الله عز وجل أيضا الآيات كثيرة في هذا الباب فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبرسون ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يربط السلوك بالإيمان باليوم الآخر وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمد ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره فإذا الإيمان باليوم الآخر له تأثير على سلوك الإنسان أن الإيمان باليوم الآخر من أعظم ما يحجز الإنسان عن الظلم الإيمان باليوم الآخر هو من أعظم ما يجعل الإنسان يصحح المسار في طريقه إلى الله عز وجل في العبادات ليزداد بها عملا ويزداد لها تهذيبا وتهذيبا والمعاصي والمنكرات ينتهي عنها كل ذلك بسبب إيمانه باليوم الآخر ومن جملة الإيمان باليوم الآخر أيضا الإيمان بأشراط الساعة التي تسلق ذلك اليوم فهي مرتبطة بها ارتباطا وثيقا فإذا الإيمان بأشراط الساعة يا إخواني وأخواتي مرتبط وداخل في معنى الإيمان باليوم الآخر طيب هذه مقدمة أحببت أن ألج بها إلى الموضوع وبعد ذلك أذكر لكم بعض أشراط الساعة الصغرى ثم الكبرى سأملي عليكم بعض القواعد المنهجية في التعامل في شأن الإيمان باليوم الآخر وأيضا في شأن أشراط الساعة القواعد المنهجية القاعدة الأولى سريعا لمن أراد أن يكتب أن الإيمان بأشراط الساعة أن الإيمان بأشراط الساعة من الإيمان بالغيب أن الإيمان بأشراط الساعة من الإيمان بالغيب لأنه شيء لا تعرفه أنت وهذا لا يمكن إلا أن يأتيك من كلام الوحي أن يخبرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بصرف عقلك لا يمكن أن تتخيل شأن يعجوج ومعجوج ولا شأن الدجال ولا شأن عيسى بن مريض لا يمكن بالعقل أن تصل لهذا الشيء القاعدة الثانية أن الإيمان بأشراط الساعة داخل في الإيمان باليوم الآخر أن الإيمان بأشراط الساعة داخل في الإيمان باليوم الآخر القاعدة الثالثة أنه لا فرق أنه لا فرق بين الأحاد والمتواتر في شأن أشراط الساعة والإيمان بالغيب أنه لا فرق بين الأحاد والمتواتر في شأن أشراط الساعة والإيمان باليوم الآخر وقد تكلمت عن هذه القاعدة في الأسبوع الماضي ذكرنا أن مما أدخل كثيرا من الناس في أنهم ردوا كثيرا من أشراط الساعة يعني قامات علمية كبيرة أنكرت ظهور المهدي وحادث فيه متواترة ومنهم أيضا من أنكر المسيح الدجال بل قال إن التصديق بخروج الدجال هو أول الخرافات في هذا الدين تفهمون هذا الكلام؟ ما الذي جرهم إلى هذا؟ الذي جرهم إلى هذا أنهم قالوا أن كل ما كان من أمور أشراط الساعة ونحو ذلك لا بد أن يأتينا من طريق التواتر لا يأتينا من طريق أخبار الأحد وقد بيّنت لكم في اللقاء الماضي ما ينقض هذه الشبهة وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو واحد مرسل من عند الله وصدقناه آمنا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث رسله إلى الأمصار وإلى البلدان وهم أحد ويصدقهم الناس ولا من يشريط أحد التواتر في مثل هذا بيّننا بالتفصيل في اللقاء الماضي من أراد أن يرجع إليه تلا يذهب بين الوقت طيب القاعدة التي تليها أن علم الساعة مما استأثر الله تعالى بعلمه أن علم الساعة مما استأثر الله تعالى بعلمه فلا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل يسألونك عن الساعة أيان مرساها أقول إنما علمها عند ربي لا يجلها لوقتها إلا هو قالوا يا رسول الله وأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلماء من السائل طيب القاعدة التي تليها لم يثبت حديث صحيح في تحديد عمر الدنيا لم يثبت حديث صحيح في تحديد عمر الدنيا لأنكم تجدون في رسائل الجوال وفي مواقع التواصل الاجتماعي الكذب الذي ينتشر بين الفينة والأخرى لم يبقى على الدنيا سوى قرن لم يبقى على الدنيا سوى قرنين لم يبقى سوى كذا إذا جاءتكم مثل هذه الرسائل مباشرة ضعوا عليها خطأ إكس غير صحيح لم يأتي حديث صحيح في تحديد عمر الدنيا متى الله أعلم طيب التي تليها أن أشراط الساعة الصغرى أن أشراط الساعة الصغرى ظهر كثير منها ولم يبقى إلا القليل أن أشراط الساعة الصغرى ظهر الكثير منها ولم يبقى إلا القليل وسأفصل إن شاء الله في ذكري أنواع أشراط الساعة الصغرى والكبرى طيب القاعدة التي تليها وهي أيضا قاعدة منهجية مهمة ليس معنى كون الشيء من أشراط الساعة ليس معنى كون الشيء أنه من أشراط الساعة أن يكون ذلك الشيء شرا محضا ليس معنى كون الشيء من أشراط الساعة أنه شر محضا بمعنى بعض الناس إذا سمعوا أن هذا الأمر من علامات الساعة أو من أشراط الساعة ظنوا أنه شر محض واضح معنى القاعدة فلا يلزموا من كون الشيء أنه من أشراط الساعة أنه شر وأضرب لكم أمثلة حتى تتضح القاعدة من أشراط الساعة ما هو دليل على الخير ومن أشراط الساعة ما هو دليل على الشر ومن أشراط الساعة ما هو وسط إن قصد به الخير كان خيرا وإن قصد به الشر كان شرا فمن أشراط الساعة التي هي خير بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ألم يقل نبيكم صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين ما الجواب الجواب بلا فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها خير وهي من علامات الساعة ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أعدد بين يدي الساعة ستا ومنها فتح بيت المقدس حديث البخاري أليس فتح بيت المقدس من الخير وهو من علامات الساعة وهو من علامات الساعة فإذن القاعدة أقول مرة ثانية ليس معنا إذا قلنا أن هذا الشيء من علامات الساعة أنه شر محضن لا فمنه ما هو خير ومنه ما هو شر ومنه ما هو بين ذلك واضح يا أخواني وأخواتي معنا القاعدة فهذا من علامات الساعة التي هي خير مثل فتح القسطنطينية مثل قتال المسلمين لليهود وانتصار المسلمين على اليهود نزول عيسى بن مريم يقتل الدجال واضح طيب ومن علامات الساعة ما هو شر محضن من علامات الساعة ما هو شر محضن كظهور الكاسيات العاريات وكثرة شرب الخمر وإتفاع العلم وظهور الجهل وكذلك أيضا الطاعون عمواس خروج الدجال هذه شر هذه شر محضن ومن علامات الساعة ما هو بين الأمرين ما هو أمر قد يكون خيرا وقد يكون شرا بحسب العوامل ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة لا تقوم الساعة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة فإعانة المرأة زوجها على التجارة هذا أمر عادي فإن أعانته على تجارة طيبة فيها خير ليستروا على أنفسهم وعلى أولادهم ويعيشوا عياشا حياة كريمة طيبة فهذا خير صح ولا لا فهذا أمر خير لا بأس به وإن أعانته على تجارة فيها فساد وفيها إثم وفيها محادة لدين الله ولشرع الله كان ذلك شرا فالفهم القاعدة المنهجية في هذا أن ليس كل ما قيل إنه من علامات الساعة أنه شر محضن فمنهما هو خير ومنهما هو شر محضن وهو بين الأمرين طيب القاعدة التي تليها أنه لم يظهر إلى الآن شيء من أشراط الساعة الكبرى لم يظهر إلى الآن شيء من أشراط الساعة الكبرى وذلك هذا الكلام من الأسبوع الماضي أنا أجلت إلى هذا الأسبوع لأن الكلام في أشراط الساعة يحتاج إلى شيء من الطول والتفصيل القاعدة التي تليها إذا ظهرت أول علامة من علامات الساعة الكبرى تتابع الآيات والعلامات سريعا أي أن علامات الساعة الكبرى تيجي ورى بعض. سريعا هذا المعنى أن ما ظهر من علامات القاعدة التي تليها أن ما ظهر من علامات الساعة هو علم من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا الأمر لا يصل إليه العقل إلا بأن ينبئك به نبي بما علمه الله جل جلاله القاعدة التي لها أن ظهور كثير من أشراط الساعة دليل على خراب العالم وقرب نهايته القاعدة التي تليها أن باب التوبة مفتوح ما لم تطلع الشمس من مغربها وطلع الشمس من مغربها وأيضا من عامات الساعة الكبرى القاعدة التي تليها حتى نبدأ في الدرس شان الوقت أن آخر أشراط الساعة الكبرى هي خروج النار التي تحشر الناس إلى الشام الشام هي أرض المحشر كما تعلمون وتكلمنا عن هذا في السبوع الماضي وأن الحشر حشران أن آخر أشراط الساعة الكبرى هي خروج النار من اليمن تحشر الناس إلى الشام القاعدة التي تليها وهي الأخيرة أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس وضيف إليها قاعدة أن ما مضى من عمر الدنيا أن ما بقي من عمر الدنيا هو أقل بكثير مما مضى أن ما بقي من عمر الدنيا هو أقل مما مضى بكثير ولكن لا يعلم كم عدد الذي مضى وكم الذي يبقى إلا الله ليش؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقوله بعثت أنا والساعة كهاتين وجمع بين أصبعي يعني أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قريبة من قيام الساعة واضح؟ كالفارق الذي بين الأصبعين تفهمون معنى هذا الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين أصبعه وقال بعثت وأنا والساعة كهاتين يعني أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قريبة جدا من قيام الساعة وهذا باعتبار أن ما يبقى من عمر الدنيا هو أقل بكثير مما مضى وتعرفون أن أعمار أمة محمد قصيرة ستين سبعين والأمم الماضية منهم من كان نوح عليه السلام فقط عمر دعوته 950 سنة فقط عمر دعوته 950 سنة ولذلك قال الله جل الله وما يدريك لعل الساعة قريب وما يدريك لعل الساعة قريب فليس معناه إذا قلنا أن الساعة قريبة وأن هذا مؤذن بخراب العالم لا يعني أننا نحدد نقول بعد 50 سنة بعد 100 سنة الله أعلم لكن نقول أن ما بقي من عمر الدنيا هو أقل بكثير مما مضى طيب هذا من حيث المقدمات المنهجية في شأن الساعة وقيامها وأشراطها طيب سأذكر لكم علامات الساعة الصغرى التي منها ما حدث ومنها ما هو مستمر في حياتنا يتجدد تجدد مثل إيش نقصان العلم وظهور الجهل وطبعا مقصود بالنقصان العلمي هو الشرعي وظهور الجهل هذه علامة مستمرة عبر الأزمان واضح المعنى يا أخواني وأخواتي كما قلت لكم من علامات الساعة الصغرى ما مضى وانقضى مثل إيش طاعون عمواس ومنها ما هو مستمر لتجدد مثل ظهور الجهل كثرة الربا ظهور الكاسيات العاريات الآن كل موضى جديدة في النساء من لبس الشفافي والضيق أليست الموضات تتجدد الجواب أظن في كل سنة أن الموضات في العري والتفسق أكثر من السنوات الماضية صح ولا لا وأظن أغلب الدرس نسائي فهذه إيش أنها علامات تتجدد عبر الأزمان ليست علامة تأنقضت فإذن أشراط الساعة الصغرى منها ما مضى وانقضى كطاعون عمواس الذي كان في سنة الثامنة عشرة ومنها ما هو يتجدد في حياتنا كظهور العلم وكأقلة العلم وظهور الجهل وكثرة الربا وأيضا ظهور الكاسيات العاريات فهكذا فافهموا هذا عشان نختصر الوقت لما أملي عليكم أنواعا من أشراط الساعة الصغرى وهي كثيرة جدا طيب من أشراط الساعة الصغرى سأذكرها على وجه السرعة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعثة أنا والساعة كهتين أيضا موت النبي صلى الله عليه وسلم قال أعدد بين يدي الساعة ستة ومنها موتي وأيضا فتحوا بيت المقدس الذي حصل تعرفون في عهد عمر وأيضا فتح طاعون عمواس وكذلك أيضا ظهور الفتن من المشرق المشرق جهة العراق وما وراءها من خراسان إلى الصين وحدود الهند هذا كله يسمى مشرق الأرض وتعرفون من هناك خرجة القدرية والمعتزلة وأيضا الجهمية وكذلك أيضا فتنة الجمل وموقع الصفين وإلى آخره ويظهر الدجال أيضا من المشرق هذه كلها يعني من الفتن من المشرق منها ما ظهر ومنها ما لم يظهر بعد خروج الدجال أيضا من العلامات الساعة الصغرى ظهور الخوارج فتنة القول بخلق القرآن ظهور مدعي النبوة كذلك نار خرجت من الحجاز ستأتينا الكلام عنها في درس اليوم إن شاء الله ومنها قتال الترك وقد حصل وأيضا ضياع الأمانة إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة وكذلك قبض العلم وظهور الجهل وانتشار الزنا وانتشار الربا وظهور المعازف واستحلالها ولاحظوا اليوم ظهور المعازف سبحان الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى لاحظوا الآن كل برنامج جديد يأتي في وسائل التواصل الاجتماعي يكون لابد أن البرنامج وتصاميمه وفيديوهاته أنها ما تروج في الناس إلا مع الأغاني صح ولا لا كل برنامج جديد من وسائل التواصل الآن من ترويجه أنه إذا خرج لابد من وسائل ترويجه المعازف مع أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم قاله قبل 1400 سنة ولكن هذا الأمر يتجدد في حياتنا ولذلك الإنسان إذا نظر في مثل هذه الأمور ببصيرة نافذة وفكر وقاد زاده إيمانا بالله وزاده أيضا قناعة بدين رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر الأزمان ومنها أيضا التطاول في البنيان قال فأخبرني عن علاماتها قال إذا أمودت الأمة ربتها وإذا رأيت الرعاء الشاء يتطاولون في البنيان إلى آخره ومما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة حقيقة لكن أذكر على وجه السرعة ومنها أيضا التماس العلم من الأصاغر ومنها أيضا أن يقوم الرجل في غير محله ومنها أيضا كثرة الزلازل ومنها ذهاب الصالحين ومنها أيضا كثرة الكذب وعدم التثبت في نقل الأخبار ومنه أيضا كثرة النساء وقلة الرجال وإلى آخره كثيرة حقيقة أستختصر وقت ثم بعد ذلك أشراط الساعة الكبرى وهي تسعة أشراط الساعة الكبرى طبعا سأذكرها ولا يعني الترتيب لأن أشراط الساعة لم يأتي فيها نص قاطع بترتيبها ولكن في بعضها بينها ترتيب مثل إيش؟ أن خروج الدجال يسبق نزول عيسى واضح؟ فلا تتوهموا من هذا أنني أقول هذا الكلام أن هذه العلامات ستأتي على نحو الترتيب الذي أذكره لا أدعي هذا تفهمون معنى هذا الكلام؟ لا يوجد حديث صحيح على ترتيب أشراط الساعة كاملة وإنما توجد بعض العلامات نستطيع أن نرجح مثل أول شيء خروج الدجال يعيث في الأرض فسادا ثم ينزل إليه عيسى بن مريم فيقتله عند باب دمشق شرقية باب دمشق عند باب لد كما جاء في الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل أيضا النار التي تحشر الناس من الأرض اليمني إلى الشام هذه آخر علامة هذه عندنا أدلة لكن أن نقول جميعها عندنا أدلة على ترتيبها لا ما عندنا نسقاطع في هذا طيب علامات الساعة الكبرى منها ظهور المهدي وأحاديثه كثيرة وقد ألف العلماء في ذلك كتبا ومصنفات وليس هنا محل ذكرية لأننا نذكرها على وجه الاختصار وأيضا المسيح الدجال ثانيا وكذلك أيضا نزول عيسى بن مريم وكذلك أيضا خروج جأجوج ومأجوج وكذلك أيضا خسوفات ثلاثة تقعوا ومنها أيضا قلوع الشمس من مغربها ومنها الدابة الدابة التي تطرد الناس وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من أرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ثم العلامة الأخيرة التي نجزم بها أيضا وهي النار التي تحشر الناس تخرج من قعر عدن إلى أرض المحشر أرض الشام إلى أرض المحشر وهي أرض الشام هذه مقدمة طبعا أكتب عندكم هذه المعلومات أكثرها من كتاب أشراط الساعة أكتب عندكم طبعا في زيادات وإضافات من عندي ولكن هذه المعلومات أكثرها من كتاب أشراط الساعة للشيخ يوسف الوابل هذه المعلومات